اشتركوا في القناة اولا فيها بعد ايماني وعقائدي او عقدي هذا اعتراض على المشي الالهي الرجل الذي خلق طويلة يقولون كل واحد عادة غالبا كل واحد يميل الى ضده يعني الطويل ما يحب الطول القصير ما يحب القصار عادتان او في كثير من الاحبال السمين ما يحب السمان الضعيف يحب ان يكون سمينة واحد خلق جميلا يحب ان يكون اجمل اذا واحد الآن خلق قبيحا ماذا يفعل؟ يسخط على القدر الالهي هذا اعتراض على المشي الالهي طبعا كثير من هذه الاشياء مربوطة بالبشر انفسهم الآن هذا بحث آخر بما كسبت ايديهم الآن نفرض ان القضية مرتبطة بالمشي الالهي هذا اعتراض على المشي الالهي هذا اولا هذا البعد الاول البعد الثاني للتمني تدمير سعادة الفرد في الحياة واحد يدمر حياته النملة اذا تفكر انا ليش نملة الله ليش خالقني نملة لا انا اريد ان اكون موجودا اخر اتى حياته تدمير من العجائب كما يبدو لنا طبعا احنا ما عدنا اطلاع على عالم الحيوان يعني الشي اللي يبدو اننا نرى الحيوان يعيش بكامل كيانه يعني الله طال حد من الوجود حد من الوجود مثل ما انتو تطون حد من الوجود فد خشبة تاخذوها تردون تسوون فد لعبة القصور تدرون خوشونه لعبة القصور كل خشبة تقصونها تضعونها بشكل معين تطوها حد من الوجود لون من الوجود هاي النملة الله اطالها نحو من الوجود الشي اللي يبدو لنا انها قانعة بما اعطاها الله وتعيش كل وجودها وتعمل بكل قوة تدأب في حركتها وما تفكر يمينا وشمالا نفيا وإثباتا الله مطيها هذا الوجود لازم تمشي في طريقها وتؤدي مهمتها الطيور شايفيها تصدح بكل وجودها شوفوا البشر منكمش منقبض خلق ما عنده متشائم اللي يبدو لنا هذا الموجود الوحيد اللي هالشكل كل الموجودات تعيش حياتها كاملتا مهما كان لها من مرتبة الوجود فقط هذا البشر كله يفكر ليش ما عندي ليش فلان أجمل مني ليش فلان أذكى مني يدمر حياته بهذا التفكير مو فقط يدمر حياته يدمر آخرته الله أعطى لك حد من الوجود لون من الوجود تفضل الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الحد عرفت الحكم في ذلك أو لم تعرف امشي في طريقك أما أنه كل دقيقة واحد يتوقف ويفكر فيما يفقد الله مطيلة ملايين النعم فد نعمة ما مطيلة كله يفكر في هذا الجانب تدمير الحياة هذا التمني عمل مدمر ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا تتمنوا ما حياتك؟ امشي هذا هو البعد الثاني البعد الأول هو البعد العقائدي الخطير البعد الثاني هو البعد الشخصي وهو أنه التمني يدمر الحياة السخط على الله يدمر الحياة البعد الثالث وهذا بعد خطير للتمني تدمير المجتمع مجتمع يدمر احنا هذه الخلافات اللي عندنا هذه المؤامرات واحد يتآمر ضد الثاني جماعة يتآمر ضد الجماعة الثاني ليش؟ ما أقول كلها كثير منها لهذه القضية افلان واحد عنده قدرة افلان واحد عنده مقام افلان واحد عنده منصة واحد ميت ما كان يشوف وإذا بالمؤامرات تشتغل ليلة ونهار وتدمر الأمة وتستنزف الجهود في قضايا هامشية كثير منها افلان واحد أذكى مني ليش أذكى مني؟ لحكمة إلهية أحاول أن أحطمها أحاول أن أدمر اشتركوا في القناة